حضر اول حاجة كده تدبيلة حلوة اوي حطيت كده ملح وفلفل اسود حطي كمان بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وكركم وزعتر هي دي التوابل اللي انا حطيها جربوا الميكس ده مع بعضه خطير حطيت قد ايه حطيت نص معلقة صغيرة من معالق الشاي من كل حاجة قلتلكم عليها واسبلكم المقدير بالتفصيل في صندوق الوصف ان شاء الله تحت الفيديو احط على المكونات دي كلها حوالي ربع كوباية من الحليب صغيرة وقلبهم كلهم كده ايه مع بعض او مقدر يعني 3 معلق كوبا الحليب محضر بقى نص كيلو من صدور الفراح ومتقطع كده شريح بنيه مخصولة طبعا باللمون وبالملح ومنقوعة شوية حلوين كده بعدين شاتفتها بالمية كويس جدا جدا وصفتها مفيهاش ولا نقطة مية ولازم تكون يعني متصفية خالص احطيتها بقى في قلب التدبيلة دي وهقلبها كويس اوي اوي عايز اقول لكم بقى ربع كوباية الحليب دي مفعولها سحر هتطريه لللحم بتاع الصدور ومش هتحسنته بتاكله صدور اصلا بتخليها مستوية ودايبة كده وطرية وجميلة بعد ما تدبيلتها كويس اوي هتطريه لو ما لقيت زيت سخنه كويس اوي في الحلة نزلت عليهم بكيس من لساني العصفور ونص كيس من الشعرية وهقلبهم بقى كويس اوي لتنين مع بعض بس ما سبهمش ابدا عشان ما يتحروقوش كده ولا كل حباية تبقى لون غير التاني هفضل اقلب فيها كده وغاية ما تاخد لون دهبي وكلها كده تبقى مية واحدة ده من شايفين بقى لونها بقى حلوة اوي دهبي فاتح هو ده اللي انا عايزة كده بقيت جاهزة معي هتبلها بقى بشوية كده من الملح ورشة كده من الفلفل الاسود وحوالي نص معلقة كده صغيرة من البصل البودر والتوم البودر وممكن بدلهم برضو نحط البصل وتوم فرش يعني ممكن نحط مثلا بصلاي مبشورة ناعم وفصين توم فرومي ومعلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة وممكن بدلها برضو نحط طماطمية كبيرة مبشورة وقلب كل ده مع بعضه كويس جدا الريحة بقى خيال عايزة اقولكو طعمه تحفى تحفى يعني احل حتى من الرز اللي بالخلطة اللي بنعمله في العزومات هحط بس كمان مكعب ماجي وده بيديله برضو طعم يعني حلوى قوي وممكن نستغنى عنه هتديله بقى مقدار المية بتاعته زيه زي الرز بالزبط يعني زي ما بتحطي مقدار المية للرز هتتعاملي معاه زي الرز بالزبط خلاص قلبته وزبطت الملح وبقى تمام هغطيه بقى واسيبه لغاية ما يغلي وبعد ما يغلي ويتشرب المية كده هتديله بقى تقليبة صغيرة وهدي ناره شمعه خليها بقى هدية خالص واغطيه واسيبه بغاية ما يستوي بقى عادي وما بياخدش وقته خالص يعني تشربه يستيعه وحتلقوا استوي هرجع تاني بقى للبني حطيت بقى في الطاصة كده مكعب زبدة ومعلقة زيد عشان الزبدة ما تتحرقش وبعد ما سخنت خالص على نارة عالية هنزل بقى بالقطع من صدور الفراخ المتبالة دي على فاكرة ممكن نشيلها متبالة في الفريزر ونطلعها على الاستخدام برضو بتبقى حلوة جدا رصيت بقى بس ما رصيتش كمية كلها عشان خاطر الطاصة مش عايزها تبرد انا عايزها تبدل سخنة فحطيت يعني ايه شوية على قد الطاصة كده والنارة عالية اول ما خدت بقى صدمة هقلبها بقى على الوش التاني هلاقيهم بقى كشو كده حاجة بسيطة ده طبيعي طبعا هقربهم جنبه بعض بصوا شايفين الطاصة ما فيهاش غير المادة الدهنية اللي هي الزبدة بس ما فيهاش مية ولا البانيه نزل مية ولا حاجة لان النار كتعانية وهو اصلا كان متصفي من المية حلوة قوي الحتة الفاضية دي هزود فيها بقى البانيه اللي فاضل واسيبه برضو ياخد تشويحة وصدمة كده من تحت زي بقيت القطع بالزلط بصوا بقى التكة دي طحفة هحط كده على الوش يعني كيس كاتشاب بس كده هفتحه وحط على الوش كده كل قطعه وقلبها بقى علشان معلقة الكاتشاب دي تنزل لتحت تكرمل كده في قلب الطوصة وتديني طعم وريحة طحفة بيدي طعم معس الجميل قوي بس مش مسكر لا طعم شوي حلو قوي قوي جربوها كده هتشوفوا بنفسكم بعد ما قلبت بقى الكمية معي بالشكل ده هجيب كيس كاتشاب كمان يعني هما كيسين كاتشاب صغيرين بس وحط برضو ايه على الوش التاني عشان يبقى فوق ايه زي تحت طبعا هو متبل ومتقطع قطع رفيعة فبيستوي من الهواء بيخدش وقت خالص هطيب بقى رشة زعتر بسيطة وبعدين هدي بقى رشة كده من الجبنة المتزرلة على الوش في الوقت ده انا هديت النار خالص خلتها هادية كل ده كانت النار عندي عالية فانا هديتها بقى في الوقت ده اول ما ارشت جبنة هديها خالص وعلى فكرة طعمه طحفة من غير الجبن لو مش حابين نحط الجبن مفيش مشكلة جبنة بقى متزرلة جبنة رومي مبشورة اي نوع جبنة عندنا هتنفع وهيمشي الحيل بعد بقى اما رشت الجبنة على كل قطعة كده ايه رشة بسيطة هحط بقى ايه رشة كده بسيطة من الزعتر برده عشي تديني ريحة كده طحفة وهغطي الطاصة مفيش دي اواحدة بس علشان خاطر الجبنة تسيح وخلاص خدوا بالكم الجبنة مكونش خارجة من الفريزر لازم تكون فكة خالص وبدرجة حرارة الجو خلاص كده خلصت معي بصوا بقى شعيب السنة عصفور طعمها طحفة راحتها جميلة مفلفل كده وجميلة وحلوة اوز وخفيفة عن الرز كده وتغييره عن المكارونة وقادي البانيه بعد ما خلاص طفيت عليه بصوا طحفة شكله جميل ولو يعني الفرد خد قطعة او قطعتين بجد مشبع جدا وخفيف قوي قوي عن البانيه المقلي ممكن اتاكل كمان في السندوتشات مع خاصة كابوتشي برضو حلو قوي وكاتشاب وميونيس جميل طبق بقى بطاطس مقلية وطبق صلطة او طبق مخلم مش محتاجة اي حاجة تاني جنبه واكلة خفيفة قوي لما كارونة بقى بسلصة تبقى تقيلة ولا رز يبقى تقيل لا اجربوا المكس ده كده مع بعضه هيعجبكوا قوي بصوا قطعة البانيه مستوية مش مستحملة وجدنا سايحة وجميلة يارب الفيديو يكون عجبكوا وتاخدوا منه ولا اي فكرة بسيطة جربوا الغده ده هيعجبكوا قوي تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة والصنون الفيديو جديد مع السلامة باي باي